بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الطلاب والطالبات أهلا ومرحبا بكم ضمن سلسلة دروس الرياضيات الصف السادس الفصل الدراسي الأول اليوم أنهينا الفصل الثاني ورح ناخذ اختبار الفصل بإذن الله إذن درس اليوم اختبار الفصل الثاني في البداية أخذنا واجب بالأمس وكان موضوعنا على الوسيط والمنوال والمدى وكان سؤالنا في مهارات تفكير عليا تعالوا نشوف السؤال طبعا كان السؤال تحدي كانت أسعار سبع كتب بالريالات طبعا أعطاني أهل أسعار 12 37 45 18 8 25 18 المطلوب مني أوجد سعر الكتاب الثامن إذا كان المتوسط المتوسط الحسابي لأسعار الكتب الثمانية هو 23 ريالا أعطاني هنا الكتب السبعة هذه أسعارها أستطيع إيجاد مجموعة الكتب السبعة طيب أيضا أعطاني المتوسط الحسابي للكتب الثمانية بداية سأوجد المتوسط الحسابي القانون قانون متوسط الحسابي مجموعة الكتب على عددها طيب هو أعطاني المتوسط الحسابي للكتب الثمانية قالي 23 ريال أعطاني أيضا عدد الكتب اللي هو ثمانية هل أستطيع إيجاد مجموعة الكتب؟ طبعا عملية رياضية سهلة سنرى الآن إذن مثل ما قلنا 23 اللي هو متوسط الحسابي يساوي مجموعة الكتب تقسيم ثمانية الآن افترضنا مجموعة الكتب أعطينا رمز دائما أنه مجهول عندي أعطينا رمز كمتغير بسين إذن سين تقسيم ثمانية يساوي 23 طيب هل بالإمكاني إيجاد السين؟ طبعا كعملية رياضية لو قلت عدد تقسيم ثنين يساوي خمسة هل أستطيع إيجاد هذا العدد؟ بإمكاني بعكس العملية إذا ضربت الخمسة ضرب ثنين يعطيني العدد المطلوب بنفس الطريقة إذن راح أضرب الثلاثة وعشرين ضرب ثمانية يعطيني السين عكس العملية إذن أعطاني الآن 23 ضرب ثمانية يعطيني السين لو ضربنا 23 ضرب ثمانية أعطاني 184 وهو يمثل ماذا؟ يمثل مجموعة الكتب الثمانية الآن لدي مجموعة الكتب الثمانية كذلك بإمكاني إيجاد مجموعة الكتب السبعة إذا أوجدت مجموعة الكتب السبعة بسعر معين والثمانية أضفت عليهم كتاب بثمن معين أستطيع إيجاد الكتاب الثامن إذا مجموعة الكتب السبعة لو جمعنا هذه أصبح لدي 163 الآن سبع كتب لدينا مثلا هنا 2-4-5-6-7 لو قلنا سبع الكتب بعشر ريال والثمان كتب بخمس طعش جميعا كم سعر الكتاب الثامن؟ بالإمكاني خمسة ريالات إذا بنفس الطريقة راح أستخدم عملية يعني عندي بإمكاني طريقتين كم أضيف على 163 يصبح 184 أو بالإمكاني عكس العملية 184 أطرح منها 163 يعطيني ثمن الكتاب الثامن وهو المطلوب 21 ريال أيضا بإمكانك التحقق لو جمعة 21 زائد 163 يعطينا 184 إذا مثل ما قلنا اليوم راح يكون نهاية البصل الثاني ورح نأخذ اختبار هذه كانت مواضيع الفصل الثاني الفصل كان يتحدث عن الإحصاء والتمثيلات البيانية هذه المواضيع جميعها اللي مرت علينا ورح نأخذ اختبار راح يصير عندنا تغذية الأفكار الرئيسية أسئلة مباشرة لكل موضوع نبدأ السؤال أول اختيار من متعدد الشكل الآتي يمثل عدد الساعات التي قضاها محمد وأصدقاؤه في المركز الرياضي خلال أسبوع واحد أي الجمل الآتية تتفق مع هذه البيانات؟ أعطاني تمثيل بياني بالأعمدة طبعا الزمن المنقضي داخل مركز الرياضي هنا عدد الساعات وهنا محمد وأصدقاؤه محمد سعد خالد فهد تعالوا نشوف الأسئلة اللي اعطاني إياها وماذا يتفق مع هذه البيانات؟ أولا يقول لي قضى محمد ثلاث أمثال الزمن الذي قضاه فهد طب خلنشوف محمد كم قضى طبعا محمد ثلاث أمثال فهد محمد قضى على حسب ارتفاع العمود خمسة عشر ساعة وفهد قضى حسب ارتفاع العمود خمسة هل محمد طبعا ثلاث أمثال يعني الخمسة عشر يساوي ثلاث أمثال ثلاث أمثال فهد ثلاث أمثال الخمسة إذا كان يساوي اليمين يساوي اليسار يكون صحيح طيب ما معنى ثلاث أمثال؟ معنى ثلاث أمثال أي ثلاث تكرار إذا العملية الضرب ثلاث ضرب خمسة طيب الخمسة هل يساوي ثلاث ضرب خمسة؟ نعم صحيح أيضا بكذا تكون الجملة الأولى صحيحة نعم تتفق نشوف الجملة الأخرى قضى ساعد خمسة عشر ساعة تقريبا أين ساعد؟ على حسب الرسم البياني اللي عندنا راح نشوف ارتفاع العمود هذا ساعد ارتفاع العمود عندي العشرة طبعا هنا خمسة عشر صحيح قال لي تقريبا لو كاننا 14 13 بالإمكان نعم نقول تقريبا خمسة عشر لكن طالما عشرة إذن ساعة قضى عشر ساعات إذن هذه الجملة لا تتفق غير صحيحة حسب العمود اللي عندنا نشوف فقراجيم قضى محمد زمنا أكثر من أصدقائه تعالوا نشوف العمود أين محمد؟ هنا محمد عند الخمسة عشر مباشرة مجرد بصري هل في عمود أرفع من محمد أكثر طول من محمد؟ إذا فيه تكون جملة غير صحيحة نعم موجود خالد طالما فيه عندي عمود أكثر طول وارتفاعا من محمد إذن تكون الجملة لا تتفق وغير صحيحة لأن خالد أكثر من محمد حسب ارتفاع العمود السؤال اللي بعدها قضى خالد مثلي الزمن الذي قضاه فهد تعالوا نشوف خالد ونشوف فهد خالد عندنا ارتفاع العمود عند العشرين وفهد عند الخمسة هل العشرين تساوي مثلي فهد؟ ما معنى مثلي؟ مثلي اثنين ضرب اللي قضاه فهد مثلي أي اثنين أضربها مباشرة قضى فهد خمسة اثنين ضرب خمسة هل العشرين يساوي اثنين ضرب خمسة؟ هل يمين يساوي اليسار؟ هل هذه العبارة صحيحة؟ طبعا لو جينا العشرين يكون العلمين اعوال اليسار يكون عشرة العشرين لا يساوي العشرة اذا هذه لا تتفق وجملة غير صحيحة وهذا الحل مكتوب امامكم نشوف السؤال اللي بعدها اذا بلغت كتلة قطة بالجرامات خلال ستة سابيع منذ ولادتها كما يلي اعطاني مئة مئتين خميتين وخمسين أربعمية خمسمية خمسمية وخمسين فمثل هذه البيانات بالخطوط طلب مني تمثيل تمثيل بياني بالخطوط لدينا بالأعمدة بالخطوط بالنقاط طلب مني بالخطوط تعالوا نرجع مع بعض على الموضوع بداية راح استخدم ورق الرسم بياني راح يساعدني كثير وضعنا الموضوع على حسب معطاني كتلة قطة بالجرامات خط الأفق اللي عندنا وخط العمودي الأفق يضع عليه البيانات اللي عندنا ست أسابيع إذا يكون عندي الأسبوع العمودي طبعا يكون عليه عدد أو حسب معطاني الكتلة وهذه الكتلة اللي عندنا الآن راح أقسم إلى فترات متساوية بهذه الطريقة الأفقي والعمودي لاحظة الأفقي عندي جميع ست بيانات ست أسابيع لكن عمودي أخذنا واحد سانتي كتبنا على الأفقي حسب الأسابيع الأول الثاني حتى الأسبوع السادس العمودي الآن راح أخذ تدريج التدريج يكون حسب أصغر قيمة وأكبر قيمة حسب البيانات اللي عندنا لو تلاحظنا أصغر قيمة عندي هي المية وأكبر قيمة عندي خمسمائة وخمسين إذن راح يكون تدريجي من المئة إلى الستمائة اختر التدريج المناسب سواء الخمسين أو مئة بهذه الطريقة إذن راح نأخذ الآن تدريج من مئة إلى ستمائة اخترنا مئة تبقى لدينا فقط التمثيل بالخطوط الآن كيف نمثل بالخطوط؟ نتذكر سويا ماذا كنا نفعل؟ هل نضع عمود؟ هل نضع علامة الأكس؟ أحسنتم نضع نقطة يلا نبدأ الأسبوع الأول حسب الترتيب اللي عندنا طبعا أسبوع الأول مئة إذن راح يكون عند الأول مئة نجي عند المئة تقاطع الأول مع المئة نضع نقطة الأسبوع الثاني مئتين الأسبوع الثاني مئتين الأسبوع الثالث مئتين وخمسين مئتين وخمسين تقع بين المئتين وبين الثلاثمئة في المنتصف الأسبوع الثالث هنا المئة مئتين هنا المئتين وخمسين ما بين المئتين والثلاثمئة الأسبوع الرابع 400 بنفس الطريقة الأسبوع الرابع نذهب عندنا 400 200-400 هنا الأسبوع الخامس 500 200-300-400-500 هنا الـ 500 أخيراً الأسبوع السادس 550 تقع ما بين 500 و ما بين 600-550 انتهينا تبقى فقط توصيلها بخطوط بالطريقة هذه بكذا أصبحت الرسمة جاهزة نشوف السؤال اللي بعده أوجد المتوسط الحسابي والوسيط والمنوال والمدى لمجموعتين البيانات الآتيتين هذا موضوع عم مع بعض المتوسط الحسابي كذلك موضوع الوسيط والمنوال والمدى لاحظ كيف الاختبارات تجمع لك المواضيع اختبارات مباشرة أفكار رئيسية طيب الزمن الذي استغرقه بدر في القراءة خلال أسبوع بالدقائق أعطاني هذا الزمن طيب طالب مني المتوسط الحسابي والوسيط راح أضع المطلوب كيف نوجد المتوسط الحسابي مجموع البيانات لذلك قسمنا على العدد اللي هو 7 جمعنا البيانات طالع عند المجموع 490 تقسيم 7 عملية قسمة سهلة بإمكاني قسمتها ذهنيا طالما وجود الصفر راح أقسم مباشرة العدد 49 هل لا استطيعي قسمتها على السبعة نعم في السبعة أضع الآن الصفر يصبح الجواب 70 الوسيط ما هو الوسيط؟ الوسيط هو العدد اللي في المنتصف فرق ما بين المتوسط والوسيط إذن الوسيط فقط العدد الذي في المنتصف مثل ما قلنا على حسب نوع البيانات إذا كان فردي يكون هذا المنتصف إذا كان زوجي راح ناخذ العددين نشوف الآن بداية راح أرتب ضروري أرتب تصاعدي أو تنازلي رتبنا البيانات اللي عندي تصاعديا الآن راح أحسب عدد البيانات اللي عندنا ونشوف واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة عدد البيانات سبعة عدد فردي يكون تحديد الوسيط سهل جدا وللمنتصف ناخذ رقم من هنا نوع من رقم من هنا عدد من هنا وعدد من هنا قيمة من هنا وقيمة من هنا أصبح عندي المنتصف هو السبعة وستين وهو الوسيط المنوال ما هو المنوال؟ منوال هو الأكثر تكرارا الأكثر تكرارا ترى ترى أن نشوف البيانات اللي عندنا سواء من هنا أو هي مرتبة المنوال الأكثر تكرار هل لدينا عدد تكرارا؟ هل لدينا عدد تكرار؟ ليس لدينا أي عدد تكرار؟ إذن لا يوجد لدينا منوال المدى ما هو المدى؟ الفرق ما بين أكبر قيمة وأصغر قيمة وين أكبر قيمة عندنا؟ أكبر قيمة طبعا هي الثمانين أوه؟ مئة وثلاثة نعم أحسنتم هي المئة وثلاثة أصغر قيمة عندي الثلاثة وخمسين الفرق اللي بينهم طالما فرق إذن راح أوجد علامة الطرح مئة وثلاثة عفوا مئة وثلاثة ناقص ثلاثة وخمسين عملية الطرح سهلة ثلاثة ناقص ثلاثة بصفر المئة ناقص خمسة خمسين ب خمسين إذن يصبح الجواب خمسين وبإمكانك أيضا ترتيبه بطريقة عمودية ووضع الخانات تحت بعض إلى أحد مع الأحد وبقية الخانات نشوف أيضا بنفس الطريقة طلب من لي متوسط الحساب والوسيط ومنوال حددنا المطلوب عملية راح تكون سهلة البيانات اللي عندنا نعم قليلة أيضا أعدادها صغيرة تمثل أسعار أربعة أنواع مختلفة من العصائر المتوسط الحسابي يعطيني متوسط قيمة هذه الأسعار كيف نجيب المتوسط؟ راح أجمع البيانات مع بعض اللي عندنا الثمانية مع الستة يعطينا أرباطعاش والخمسة مع الخمسة يعطينا عشرة إذا أرباطعاش زائد عشرة وقسم على عددها واحد اثنان ثلاثة أربعة تقسيم أربعة كم مجموعها أرباطعاش زائد عشرة؟ أرباطع زائد عشرة أربعة وعشرين تقسيم أربعة أعطاني ستة وهذا المتوسط الحسابي الوسيط العدد اللي في المنتصف بس لابد من ترتيب البيانات راح رتبها تصاعديا أو تنازليا المهم الترتيب لو ما رتبنا راح تكون إجابتي خاطية خمسة خمسة ستة ثماني مجموعة عندي البيانات عدد زوجي أي للمنتصف المنتصف راح يكون العددين اللي هنا أجمعهم ثم أجد منتصفهم إذن راح أجمع الخمسة مع الستة يعطينا 11 منتصفهم 11 نصفها سهل خمسة ونصف وهذا الوسيط المنوال الأكثر تكرارا يتضح مباشرة الأكثر تكرارا هو الخمسة ويكون هذا المنوال أخير المدى الفرق ما بين الثماني أكبر قيمة والخمسة يعطينا ثلاثة نشوف سؤال آخر استعمل البيانات الآتية لحل الأسئلة من خمسة إلى تسعة طيب أعطاني الآن بيانات عملية إحصائية إجراء عملية مسح جمع هذه البيانات اللي تمثل عدد سنوات الخدمة لمعلمي مدرسة هذه عندي عدد سنوات طلب مني أول سؤال مثل البيانات بالنقاط إذن أعطانيها بالطريقة هذه طلب مني تمثيلها بيانيا بالنقاط لدينا بالأعمدة بالخطوط بالنقاط بداية راح أرسم خط أفوقي لو نلاحظوا اللي عندنا التدريج اللي راح أختاره على حسب أقل قيمة وأكبر قيمة عندي من البيانات أصغر قيمة طبعا هي الأربعة أكبر قيمة عندي هي التسعة إذن راح يكون عندني التدريج من الصفر حتى العشرين اختارنا التدريج بخمسة عشرة خمسة عشر عشر طيب تبقى الآن تمثيل النقاط راح نضع علامة X على كل تكرار نبدأ من البيانات اللي عندنا عندي هنا ستة نشوف كم مرة تكرارت الستة واحد اثنين ثلاثة أربعة راح أضع أربع علامات X على الستة وضعنا طبعا عنوان وهذه أربع علامات X عند الستة بنفس الطريقة الآن راح الخمسة عشر أشوف كم مرة تكرارت واحد اثنين ثلاثة راح أضع ثلاث علامات X عند الخمسة عشر بنفس الطريقة نكمل الخمسة كم مرة تكرارت واحد اثنان مرتين نضع علامتين اكس عند الخمسة نفس الطريقة عند الثلاثة عشر تكررت مرة واحدة نضع علامة اكس واحدة عند الثلاثة عشر السبع عشر تكررت مرة واحدة نضع فقط علامة اكس عند السبع عشر لاحظ خمس عشر هنا السبع عشر ستعشر سبع عشر وصلنا الآن عند الأربعة كم مرة تكررت الأربعة؟ مرة واحدة إذن أيضا نضع علامة X1 عند الأربعة بنفس الطريقة نكمل كم مرة تكررت العشرة؟ واحد اثنان نضع علامتين X عند العشرة كم مرة تكررت الـ 11؟ واحد مرتين إذن نضع علامتين X عند الـ 11 هذه الآن تبقى لدينا الثمانية مرة واحدة وضعنا علامة X كذلك الثمانطعش مرة واحدة وضعنا هنا الثمانية وهنا الثمانطعش أخيرا التسع طعش وضعنا طبعا كذلك وضعنا للتسعة لو حسبنا عدل البيانات اللي عندنا راح يتوافق مع علامات الـ X الموجودة طيب علامة ثان البيانية إذا مثلنا جميع النقاط مثلناها طبعا على خط الأفقي وهذا هو التمثيل البياني كما طلب مني طيب راح نشوف الآن بقية الأسئلة نشوف الآن على حسب التمثيل البياني اللي عندنا أقدر أجاوب على بقية الأسئلة السؤال يقول ما أكبر عدد لسنوات الخدمة؟ أكبر عدد لسنوات الخدمة طبعا هذا يمثل سنوات الخدمة اللي عندنا مثلناها بالبيانات اللي عندي وين أكبر عدد عندنا؟ العشرين العشرين ما عندنا شيء مبداخل معنا أخذنا كتدريج أحسنتم هو التسعة عشر يعتبر أكبر عدد لسنوات الخدمة إذن التسعة عشر ما منوال عدد سنوات الخدمة؟ سوال مباشر المنوال المنوال الأكثر تكرار باستطاعة من خلال الرسم فقط مجرد بصري من لديه أكثر علامات X يكون هو الأكثر تكرار من الأكثر تكرار؟ نعم صحيح الستة كم مرة تكرارت الستة؟ أربع مرات إذن المنوال لدينا هو الستة طيب السؤال اللي بعدها ما الفرق بين أكبر وأصغر عدد لسنوات الخدمة؟ وين طبعا كان نتكلم عن ماذا؟ كان نتكلم على انتشار البيانات على المدى طيب مباشرة بإمكاني أيضا عن طريق التمثيل لأمامي لاحظنا طبعا هنا أكبر عدد وين أصغر عدد هنا طبعا عدد أربعة وين تسعة عشر أوجد الفرق اللي بينهم إذن تسعة عشر أنقص منها عفوا أربعة لو نقصنا أربعة من التسعة عشر يعطينا الجواب خمسة عشر اكتب جملتين إضافيتين بإمكانك التعبير على حسب ما ترى من خلال تمثيل بياني أمامك أوصف ما تريد بإمكانك القول أن عدد سنوات الثلاثة عشر تكرر مرة واحدة أو يوجد معلم واحد فقط عدد سنوات خدمته الثلاثة عشر بإمكان أيضا القول عند الثلاثة عشر لا يوجد معلم خدمته خدمة سنواته الثلاثة عشر سنة بإمكانك اختيار أي جملة تعبر عن التمثيل لأمامك السؤال الأخير السؤال يقول أيضا اختيار متعدد جمعت غادة المعلومات الآتية عن عدد القصص القصيرة التي قرأتها زميلاتها خلال أسبوع فأي المقاييس الآتية يمثل عشر قصص هل المتوسط الحساب يمثل عشر قصص؟ هل الوسيط؟ هل المنوار يمثل عشرة؟ أم المدى؟ هذه عندي طبعا البيانات تمثل عدد القصص القصيرة هذه عندنا البيانات طيب راح أوجد المتوسط الحسابي والذي يساوي عشرة هو اللي راح يجواب على السؤال المتوسط الحسابي راح أجمع البيانات اللي عندي المتوسط الحسابي مجموعة البيانات تقسيم عددهم لو جمعنا أربعة زايد ثلاثة سبعة اثنين تسعة تسعة وأربعة ثلاثة عش وخمسة ثمانتعش عشرين واحد وعشرين خمسة وعشرين واحد وثلاثين اثنين وثلاثين خمسة وثلاثين اثنين واربعين ستة واربعين اربعة وخمسين اربعة وستين راح أقسم على عدد البيانات اللي عندنا لو قسمنا 64 تقسيم عدد البيانات 18 يعطينا 3.5 باستخدام الآن الحاسبة الوسيط هو العدد الذي في المنتصف لا بد أن أرتب البيانات حتى أحدد الوسيط لو رتبنا البيانات ستكون عندي بالطريقة هذه بدأنا ترتيب تصاعدي من الأصغر إلى الأكبر مثلا الصفر تكرر معي ثلاث مرات ثلاثة الواحد تكرر معي مرتين واحد واحد وبنفس الطريقة طيب عدد البيانات مثل ما قلنا 18 نتأكد هنا ثلاثة ثمين خمسة سبعة تسعة عشرة اثناعش اربعة طاعة ستة عشر ثمانطعش طبعا عدد زوجي أين المنتصف طبعا طالما الثمانطعش لو خذنا من هنا مثلا خمس بيانات وهنا خمسة أربعة خمسة نكمل ستة سبعة أيضا من هنا اثنين أخذنا واحد من هنا واحد من هنا تبقى لدينا العدد الثلاثة والأربعة هذا الوسيط أجمعهم وأجيب منتصفهم ثلاثة زائد أربعة يعطينا سبعة سبعة تقسيم اثنين يعطينا ثلاثة وانصف إلى الآن لم نصل إلى العشرة المنوال المنوال الأكثر تكرار هل تكرر عندي العشرة أكثر مرة؟ غير صحيح بإمكاني مباشرة أنه لا يمكن يكون العشرة هو المنوال نشوف المدى الفرق ما بين أكبر قيمة وأصغر قيمة أكبر قيمة عندنا العشرة أقل قيمة عندي الصفر الفرق اللي بينهم عشرة ناقص صفر يعطينا عشرة كذلك حتى في الوسيط بإمكاني الحل مباشرة دون ترتيب البيانات لاحظ عندي طبعا الوسيط هو العدد اللي في المنتصف طب لاحظ عندي أكبر عدد هو العشرة لا يمكن يكون في المنتصف وهو أكبر عدد طب إن كان أيضا الإجابة ذهنيا بدون إجراء ترتيب البيانات بكذا انتهى درسنا أخذنا اختبار الفصل تغذية راجعة مراجعة للفصل الثاني كامل فصل الإحصاء والتمثيلات البيانية أخذنا أفكار رئيسية شكراً لاهتمامكم ومتابعتكم كان معكم مع الدلال كثيري من لغة الإشارة الاستابة سميرة بن حميد دمتم سالمين في أمان الله ترجمة نانسي قنقر